ويتصدر النادي الأهلي المجموعة الرابعة من بطولة دور أبطال إفريقيا والتي تضم معه شباب بلوزداد الجزائري ويانج إفريكانز التنزاني وميديام الغاني وكان الأهلي قد حصل على بطاقة التأهل لربع نهائي المسابقة بعد الوصول للنقطة التاسعة من الفوز على ميديام مرتين والتعادل في ثري مواجهات أمام شباب بلوزداد ذهابا وإيابا ويانج أفريكانز وتقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم في دور أبطال إفريقيا وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم في دور أبطال إفريقيا تنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم عبر قناة بين سبورتز هدي سيكس